السلام عليكم. معنا في الفيديو ده بروغراف عن الجمال. جمال يعني كاملز. جمال يعني كامل. جمال يعني كاملز. طيب اه قلنا ازاي بنكتب البروغراف. عندي تلات نقط مهمين اوي لازم اركز عليهم. اول حاجة هو حفظ الكلمات. تاني حاجة كتابة جملة تركبها صحيح. ازاي يا مستر جملة تركبها صحيح. ببدأ بالفاعل بتاعي اللي هو بعد كده اكتب الفاعل اللي هو بعد كده اكتب اللي هو المفعول. وهنشوف بنعمل الموضوع ده ازاي. تالت حاجة ايه ده مستر? اول الجملة بتاعتي لازم ابدأ بحرف كابتل. واخر الجملة احط فول ستوب. تمام? طيب. اه بيقولي هنا عندي اه جايدن ووردس. جايدن ووردس يعني كلمات ارشادية. يعني ايه كلمات ارشادية? لو انا مثلا ناسي الجمال دي بتعمل ايه او ايه صفاتها? فهو هنا بيديني كلمات تفكرني وممكن استخدمها في تكوين الجمل. تمام? يالا بينا. عندي هنا اللي هي الاول كلمة. فلات فيت. فلات فيت. قلنا فيت يعني اقدام وفلات يعني مسطحة. ارجل مسطحة. يعني مفروجين كده. كاري ثنجس. كاري يعني يحمل يشيل. وثنجس يعني اشياء. يبقى كاري ثنجس يعني يحمل اشياء. فر. فر اللي هو الفرا. اللي هو الفرو اللي على اه جسم الجمل. يعني الملابس. طيب. اه الناس اللي لسه فاكرة الجزء بتاع الريدنج. موضوع القراءة عن الجمال. هتبقى خلاص. هي تقريبا كونت جمل في دماغها. مستخدمة الكلمات دي. طب ما تيجي نفكر ونشوف مسلا كلمة فلات فيت اقدام مسطحة. اه ممكن اعملها ازاي. طيب. عايز اقول ان الجمال عندها اقدام مسطحة. مش صحي كده. مش الجمال عندها اقدام مسطحة. مظبوط. فهقول الجمال يعني كاملز. ادي كاملز. الجمال. لديهم او عندهم. عنده او يملك verb to have. have يعني يملك. وهاز يعني يملك. بس هاف بتيجي مع الجامعة. انا هنا عندي كلمة كاملز دي جامعة. عشان كده استخدم. معهم هاف مش هاز. يبقى كاملز هاف. الجمال لديهم. لديهم ايه? ثلات فيت. اقدام مسطحة. جملتي خلصت احط. طيب. نرجع تاني للقواعد التلاتة اللي قلنا عليهم. ايه هما? اول حاجة حافز كلمات. حافز كلمة كاملز. حافز كلمة معناها ايه? وحافز معناها ايه? خلاص مية مية. انا كده كونت جملة. تاني حاجة. ابدأ بالفاعل بتاعي. الجمال. الفاعل. الحد اللي انا بتكلم عنه. بعد كده احط الفعل بتاعي. الجمال. ما لها الجمال? عندهم. يملكوا. ده اجي فعلي. يبقى فاعل وفاعل. طب عندهم اسأل نفسي عندهم ايه? ده كده مفعول. جملتي تقفلت. خلصت. بعد كده الجملة خلصت. احط وده اللي كلمتكم عنه. اول الجملة حرف واخر الجملة وده القاعدة التالتة. يبقى واحد. حفز كلمات. اتنين. تكوين جملة سليمة. تلاتة. القواعد بتاعتها. اتفقنا? ندخل على اللي بعده. يعني يحمل اشياء. عايز اقول الجمال تستطيع تحمل اشياء. صح كده? طيب. او ممكن اقول الجمال تساعدنا نحمل اشياء. ده زي ما اخدناها بالزبط في الدرس بتاعنا. طب اقولها ازاي? كاملز. الجمال. يساعدونا. help us. بيساعدونا. نعمل ايه? نحمل to carry. او ممكن اقول carry على طول. to carry things الاشياء. جملتي خلصت? اه حط في الاسطاب. طب ايه فردا مستر بقى انا عايز اعمل الجملة التانية اللي هي الجمال تستطيع تحمل اشياء. ليه عادتك ما قلتهاش. انا هنا بحاول على قد ما اقدر اقول لكم الجمل زي ما كانت موجودة في الدرس. بس هل لو انا مسلا كتبت جمل من عندي. مرتابطة بالجمال هتبقى صحة? ولا كتاب اسلوبي? لا طبعا هتبقى صحة. يعني ممكن اقول camels can يستطيعوا carry things. الجمال يستطيعوا ان هما يحملوا اشياء جملة صحيحة. مزبوطة. مكتوبة صح? خلاص حسب لك صح. اتفقنا? طيب. هنا موضوع fur اللي هو الفراء بتاعهم وهنا close الملابس. الناس اللي اللي لسه فاكرت درس بتاعنا كنا بنستخدم او كان بيقول في الدرس ان احنا بنستخدم الفراء بتاع الجمال عشان نعمل بيهم ايه برضو عليكم. عشان نعمل بيهم ملابس. طيب. هقول ايه? نحن we. نستخدم use. الفراء بتاعهم. الفرو بتاعهم. ملكهم هم. يبقى there. therefore. الفرو بتاعهم. لي. to make. عشان نعمل. نعم. او نصنع. نصنع ايه? الملابس برضو عليكم. close. يبقى we. نحن. use. نستخدم. therefore. الفراء بتاعهم. لي. to. make. علشان نصنع او لكي نصنع ايه? close. الملابس. جملة بتاعتي خلصت. احط فلسطوب. وشكرا جزيلا. تمام? اظن كده الموضوع بسيط. بعمل ايه? اجي اعملت التلات جمل بتوعدي. كده. one two three. تلات جمل. كل جملة مزبوطة صح. ازاي مزبوطة صح يا مستر? يعني subject verb object. subject. ادي اهو الفاعل. verb. الفاعل object. المفعول. subject. ادي الفاعل. use. ادي كده verb. احط الفاعل. بعد كده الفاعل. وبعد كده اكمل الجملة بتاعتي. ممكن يبقى عندي اكتر من object. اكتر من مفعول. بس مش مهم معاجي. طول ما نماشي صح خلاص جملتي هتبقى سليمة. هنا اه اول الجملة حرف capital. اخر جملة full stop. حرف capital. اخر جملة full stop. حرف capital. واخر الجملة full stop. اقفل بتاعي واخد الدرجة النهائية. اتفقنا? اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي اللي هندخل فيه على unit 3. unit 3 اللي هي بتكلم عن why are plants green. ليه النباتات خضرة. اوكي? هتلاقوا في science كتير ومواضيع interesting مشوكة جدا. اه لو لسه مشلقناش في القناة نشتلك. ولو عجبكم الفيديو اعملوه عليه لايك. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وسلام.